اشتركوا في القناة والله حقيقة لا يعني والله على ما اقول مشاهد فيه شبهات كانت عندي سواء على الفريقين يعني فيه لما تشوف خاصة فيما يخص موضوع يعني انا متابعة من الزمان فيه فيما يخص موضوع اللي اثرته يعني اللي اعيد علي موضوع الحلقة يعني رازية الخميس انت عايز اكيد تتكلم في رازية الخميس تفضل لا يعني انت طرحت بطريقة معينة قلت فيه اه قلت الان هناك كان غضب شديد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واعترضوا على صلح الحديبية ومع ذلك امضى النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية ولكن هذا الغضب لم يكن موجودا في رازية الخميس ولكن هناك مشد بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرض النبي والنبي صلى الله عليه وسلم انتنع عن كتابة الكتاب في الرازية فلماذا أنضى صلح الحديبية ولم يمضي رزية الخميس أو الكتابة في رزية الخميس جميل جدا فيما يخص في صلح الحديبية عفوا أنا سمعت من الشاشة فيما يخص موضوع صلح الحديبية كان يعني اعتراض الصحابة نعم الصحابة اعترضوا على الصلح هذا لأنه كان فيه بنوت قاسي على المسلمين يعني تخيل أن هناك من كان موجود إذا أتى مسلما من قريش منعه النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا متطلع على القضية بس يعني حتى نناقش بطريقة علمية أنا متطلع على القضيتين أولا فيما يخص الصلح الحديبية كما قلت فعلا كان الصحابة فيه شروط مجحفة من نظرهم وأنها مجحفة للمسلمين ولكن ماذا يقول القرآن وما كان لكم الخيرة في مضمون الآية أنه إذا حكم الرسول يجب أن نسلم تسليما وما كان لمؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره إذن هنا الصحابة يعني المفروض لا يعترضوا ولكن اعترضوا سلما وهذا يعني موضوع شائك بس إذا راجعنا إلى رزية الخميس التي كانت تبكي تبكي يعني عبد الله بن عباد حتى يقول الرزية وكل الرزية ما حال دون رسول الله من يكتب هذا الكتاب يعني في قول يقول لا وجود المقارنة لا مزال المقارنة مع وجود الفارق صح؟ يعني هناك فرق بين الموضوعين لا ليس يعني أنا لو أنت مثلا إنسان منصف الآن وقلنا لك يعني مثلا نتفكر سويا لماذا كان يبكي عبد الله بن عباس عندما كان يروي هذا الحديث يعني تتخيل كان يبكي لماذا لأنه الرسول ماذا يقول بين نصر رزية الخميس لا تختلف بعده أبدا حتى أكمل الحديث يقول كان عبد الله بن عمر يقول الرزية وكل الرزية ما حال دون أن يكتب رسول الله كتابا لا نختلف بعده أبدا يعني أنه يبكي لأن الفرقة وقعت لأن هذا الكتاب كان حلو ما توقع الاختلاف كان سيعصم نائم الخيط حلو ماشي ما توقع الاختلاف وقع الاختلاف عند صقيفة بني ساعدة لا لم يقع الاختلاف بين صقيفة بني ساعدة ما وقع اختلاف على فكرة جميل سؤال ولا حتى لا عهد أبي بكر الصديق ولا عهد عمر وفي آخر عهد عثمان بن عفان ولو ما نيجي نقول ما تروى هذا الحديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال صغيرا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس تقريبا عنده 11 سنة كان مازال صغيرا فإذا ذكرنا ما تروى عبد الله بن عباس هذه الرواية سنعلم أين الاختلاف يبقى الاختلاف الذي حدث بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عثمان بن عفان ورواية عبد الله بن عباس في هذا الوقت هي التي تحل لنا الإشكالية صحيحا لم صحيح وإلا عبد الله بن عباس كان لسه طفلا صغيرا صغيرا في أيام سقيفة بني ساعدة وأجمع المسلمون على أبي بكر الصديقي بأين الاختلاف إذا لماذا يقول عمر في الصحيحين بيعتب بكر كانت فلت هي فلت يعني سريعة فلت يعني سريعة وقى الله وقى الله المسلمون شرها يعني سريعة جميل جدا يعني جاءت سريعة وبعدين أنت دايما على فكرة أنا يأسفني أنكم لا تقولون هذا الحديث كاملا فلو سمحت ممكن تذكر لي الحديث بتاع الفلت كاملا وقى الله وشرها لا الحديث كامل يعني هل عمر بن خطاب قال هذه الكلمات فقط ولا عندما سئل عن شيء فأجاب هذه الإجابة صح صح وسؤل عن شيء شوف شيء طب لماذا واحدة واحدة إذن لماذا لا تذكرون للناس الواقع كامل حتى يفهم الناس لماذا عمر بن خطاب قال أن بيعت أبا بكب الصديق فلت وقى الله ومسلمين شرها ليه ما تحكي لهم شي قصة عشان الناس تفهم يقالوا أنها في تفسير صحيحين أظروا فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقولوا أنه لا يبايع أحدكم يعني في الحقيقة قرأتها يعني لا يبايع أحدكم أحدا بدون إذن جماعة فبيعته رسول أبا بكر كانت فلت اليوم من هذا القبيل ولكن يبقى عشان الله عز وجل وقى سرعة هذه البيعة فممكن ما تتكرر تاني وممكن السرعة يحدث فيها قتال بين المسلمين فالله عز وجل وقى المسلمين شر تلك البيعة يعني الفلتة يعني الناس سريعة فالله عز وجل وقاها لكن ممكن الله عز وجل لا يقيها في قوم غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صح لكن عند يا شيخ في نفس يعني الموضوع ونشكنا على سعة سعة صدرك وشرحك ولكن عندما يعني جرنا الحديث لعمر هل يمكن أن تقول للجمهور ماذا قال عمر في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ماذا قال عندما طال رسول الله كتابا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما قال اللفظة دي على فكرة طب اتفضل اتفضل هاته من صحيح مسلم الرواية والله مستمعون هاته حضرتك هاته هاته من صحيح مسلم أن عمر بن خطاب عمر بن خطاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر في الصحيح البخاري قال قلبه الوجع في صحيح مسلم قال دعوه أن الرجل يهجر حسب هناك طب هاته لو سمحت هاته والله أنا أكلمك من الهاته خد وقتك ده الشيع كلهم ما عرفوا يأتوا بها حضرتك اللي هاتيجي بها هي جاءت بلفزين أهاجر استفهموه أهاجر تمام والرواية التانية اللي هي في صحيح في صحيح البخاري قد غلب على النبي صلى الله عليه وسلم واجع إذ أياه صح أن نقول لحضرة رسول الله تمام دي نقطة أولى النقطة النقطة الثانية كلمة أهاجر استفهموه طب كلمة أهاجر أنا نفسي بس حد يسمعني بالله عليكم الله يعني ما هي دلالة الكلام التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما تقولون عمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان أهاجر وغلبه الوجع ليس فيها نوع من لا يعني إيه هي أنت دلوقتي أنا دلوقتي رجل عربي لما بقرأ قبل عربية بفهم المراد منها ماشي صح صح يعني ما هي الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عمر وغير عمر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يهجر مثلا أو أهاجر النبي الحديث يقول فقط قال رسول الله أوتني بكتاب وفي بعض كتف وفي دوات أكتب لكم كتاب لا تختلف بعضها طيب كلمة أهاجر أهاجر لا أكثر من معنى في اللغة العربية ألا لا صح العربية حمالة وجوه طيب كلمة أهاجر في اللغة العربية تعني الموت أيضا أهاجر من بين معانيها أن إنسان يهذي يعني من بين معانيها هذي أي وليه اخترت بين معانيها ما أنت أنا أكلمك أنا منصف أنت تعرف لو شيء كنت تكلمتك بكلام تاني لكن أنا أكلمك كلمة أهاجر وغير لي بالك مش من معانيها الموت والله حقيقة لم أقف على معاني أنا لها الموت لا لها معنى هجر أي هجر الدنيا هجر الدنيا إني زاهب إلى ربي إني مهاجن إلى ربي يعني هجر من الهجرة يعني الرحيل من الرحيل الله يفتح عليك دي النقطة الأولى وبعدين دلفز ودلفز لكن خليني أنا معك خلاص أستحلفك بالله أستحلفك بالله الآن لو أنت حضرتك أثناء البنج وقرأت القرآن أو خطبت خطبة أثناء البنج وإنت راجل خطيب فخطبت خطبة أثناء البنج وبعدين جي واحد قال لك الرجل يهزي هل معنى ذلك أنه يقول أنك مشنون لا طبعا الله أكبر عليك خلاص طيب الإنسان أنه يجي يموت وبيخطب خطبة وهو بيموت أو بيتوضأ أو بيقول الأزان وهو بيموت هل نحن كمسلمون لما بنشوف الوضع ده بنقول على أن الرجل ده يعني الجن لكن يا أخي نحن نتكلم على رسول الله ليس يا أستاذ بس خدني 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 في طييرات حنانك تفضل هل إحنا بنقوله عليه مجنون حتى لو حتى لو ذكرنا كلمة يهزي هجر يعني من بين المعانيه يا أستاذ هناك لا أنت رجعت الكلمة هجر لا أنا بسألك سؤال تاني قالوا هجر من الهديان أنا بسألك سؤال تاني حتى لو قلنا أن الرجل ده يهزي هل ده على سبيل على سبيل الانتقاص ولا على سبيل الفعل بتاعه الآن يعني أنت دراية لو حضرتك شفت فيديو على الانترنت واحد بيتوضى من غير ماء وغير بيتوضى من غير ماء أو واحد وهو بيموت أزن أو خطب خطبة وهو بيموت هل حضرتك أنت هتقول عليه يهزي ولكن عندما قلت أنه يهزي هل بذلك انتقاصا له ولا شارحا لفعله شارحا لفعله يعني مش انتقاص له طيب حسألك سؤال تاني وكل انصاف برضه حسألك سؤال تاني بكل انصاف حسألك سؤال بكل انصاف الآن الآن انت وانت بتموت اغمى عليك أكتر من خمس مرات حتى أن الناس تحسسوك تحسسوك أمات لسه ما ماتش يغمى عليه يتكلم كلمتين ثم يغمى عليه مرة أخرى يستفيق ثم يتكلم بكلمتين ثم ايه يغمى عليه مرة أخرى الآن لو عمر بن خطاب قال قد غلب على النبي صلى الله عليه وسلم الوجع يعني معنى اتركه النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلب عليه الوجع خلاص دي ليس فيها أي شيء هي كل الإشكالية أهجر أو يهجر كما حضرتك تكلمت بها الآن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في اللحظات دي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا يبقى إذن النبي سيكتب لنا كتابا يعصب هذه الأمة من الضلال صح؟ صح طيب لو سألك رجل قد لو سألك رجل الآن الذي سيكتب النبي صلى الله عليه وسلم أهو في كتاب إلا لا تستطيع أن تقول نعم صح؟ لو كان في كتاب الله ما طالب رسول الله كتابه إذا سيضيف أمورا أو وصايا أو أمور أهو في السنة لو قال لك أهو في السنة لو كان في السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يكتوبه صح؟ صح طيب النبي لم يكتبه صح إذن عمر مناع شيئا غير موجود سيبك من عمر انسى عمر دلوقتي انسى عمر أنا ما بأكلمك عن عمر من كلامك يا شيخ انسى بس دلوقتي ركز معي دلوقتي عشان انسى عمر دلوقتي يا شيخ انت تجرني لشيء لا انسى عمر الآن والله أنا بقولك انسى عمر الآن أنا أعزك بس توصلي أنا راجل كأني أنا مش مسلم وبحول خطبك الآن نرجع قلنا ان الكلام الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه قلنا ان الكلام الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه لنسى موجوده في القرآن وإلا ما كتبه وليس موجوده في السنة وإلا ما كتبه طيب لو سألنا دلوقتي أنا وانت سني وشيعي سألنا واحد ملحد واحد ملحد جي سألنا السؤال ده قال لك توفي نبيكم ولم يكتب لكم الكتاب العاصم من الضلالة إذن القرآن ليس فيه عصمة من الضلالة والسنة ليس فيه عصمة من الضلالة فماذا سنجيبه نحن سنجيبه أن عمر هو الذي منعنا من هذا الكتاب حقا أنه هو إذن منعنا من الضلالة فافترقنا فأصبحنا في ذيل الأمم الآن المسلمين في كل البقاء بسنتهم وشيعتهم يعني أرضهم محتلة رد عليك الملحد وقال لك نبيك نبيك عصى الله لماذا عصى الله لأنه خاف من بشر ومنع كتابة الرسالة وسيقول لك هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس يعني ما يهمك من الناس هذه الآية نزلت قبل الغدير يا أخي هذه الآية معروفة يا أخي يا أخي الله يبارك في عمرك الآية عامة الآية عامة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس يعني بلغ ولا بلغ ولا تخشى أحد صح؟ هذه الآية القرآن كما تعلم يا شيخي فيه عام خاص ومقيد ومطلق وهذه خاصة في الغدير هذه الآية عامة وليت علي بن إبي طالب فقط وبعد كده الآية خلاص صح؟ بعدها نزلت الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم يا أخي الله يبارك في عمرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى من أحد فيبلغ ولا يتعلي بن إبي طالب لكن ممكن يخشى من أحد ولا يبلغ شيء من القرآن أو من السنة صح؟ لا ليس بهذا المفهوم يا أستاذ طيب إيه هو مفهوم المفهوم أن رسول الله هذه وقعت كثيرا كما يقول البخاري في تقبير النخل يعني ممكن يكون الرسول عندنا كسنة يجتهد ويخطئ ويصيب وبشر أنا ما سألتك النبي يصيب أم يخطئ أنا ما تكلمت في العصمة الآن أنا أتكلم ما هو مفهوم تلك الآية فهمهني أنت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله يعصمك من الناس فهمان أنت أنها آية خاصة بالغدير أنت تقول أنها خاصة بالغدير صح؟ صح طب لو أثبتت لك الآن أنها ليست خاصة بالغدير تفضل في الشراح يمكن اختلاف الشراح لا مش باختلاف الشراح والله ما باختلاف الشراح ولا أي حال وعخليك أنت تتيقن كمان أن أنا مش نزل في الغدير الآية دي آية 67 من سورة الماء عندك مصحف قريب منك والله عندي مصحف بعض قريب مني هنشوف هات المصحف القريب منك يلا يلا انتظر يا شيخ همنتظرك والله 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 نشوف قبل ما افتح المصحف شارت في بداية محاضرتك للمتعة عندما سألك أحد وقلت حرمها عمر بعد رسول الله لأنه في صحيح بخاري كنا نتمتع على عهد أبو بكر والصدري من عمر ثم حرمها عمر هل سؤال في نفس الموضوع هل عمر يعني لديه رسول الله يعني من الملحدون كذلك دينكم ناقص أكمله فقط عمر يا سيدي يا سيدي والله العظيم سأكلمك عن المتعة بس خلص الموضوع يلا ماشي صورة المائدة أي آية الآية 67 67 ها هي يا أيها النبي يبلغ ما أنزليكم ربك والليمتفر ما بلغت رسالة والله عسمكم ونالله من الناس من الله لا يهدي القوم الكافرين هات الآية 65 كده 65 هات يا محمد مقام الطورات والإنجيل أو ما أنزل إليهم ربهم يبقى الآية 65 تتكلم عن أهل الكتاب صح صح طورات والإنجيل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم الآية 66 لا لا 65 تقول لو أنهم مقام الطورات والإنجيل طيب أنا أقول لك الآية 65 تتكلم عن أهل الكتاب الآية 66 ولو أن أهل الكتاب أمد تقول أكفر وحدة وحدة خليك معي بس نقطة 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 ولو أنهم هنا الضمير عائد على من على أهل الكتاب طبعا الله يبارك فيك أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ركز في كلمة وما أنزل إليهم صح صح وما أنزل إليهم خلاص الآية 67 يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك طبعا عفوا عفوا والله أخلطت لدي المفاهيم معلش يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يبقى الآية 66 وما أنزل إليهم صح صح الآية 67 وما أنزل إليك صح صح طيب الآية 68 قل يا أهل الكتاب لسهم على شين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إيه إليكم وما أنزل إليكم صح صح طيب يبقى هنا عندك الآية 66 أنزل إليهم الآية 67 أنزل إليكم الآية 68 أنزل إليكم صح أنزل إليك أنزل إليكم يبقى كده عندك ثلاث عبارات متشابهات في ثلاث آيات وراء بعدهم خلاص طيب نروح للآية 67 تاني اقرأ كده للنهاية 67 67 يا أيها الرصور بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعلها ما بلغت رسالاته والله يعسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ركز في كلمة إن الله لا يهدي القوم الكافرين صح صح في غدير خم أساسا ما كانتش فيه كافرين صح ليه ما كانتش فيه كافرين ما كانتش فيه كافرين كان كلها مخاصة بالمسلمين ممكن كان فيه منافقين زي في صحيح لو فيه منافقين كان كتب إن الله لا يهدي المنافقين هنا لا يهدي الكافرين يعني يتكلم عن الكافرين وغدير خم ما كانتش فيه ولا كافر صح صح القوم الكافرين الله أكبر هل كلمة قوم الكافرين تريق باليهود والنصرى أم لا طبعا والتورا والإنجيل صح طيب هنا الآيات ديت لو إحنا مسكنا من الآية 65 للآية 68 بالله عليك إيه رأيك في السياق السياق يظهروا أنها يعني فهمتم من شرحي في الآن أن يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى القوم الكافرين يعني إلى القوم الكافرين يعني لا تخشى القوم الكافرين وبلغ ما أنزل إليك والآية كلها وما أنزل إليكم هذه الآية وما أنزل إليهم وما أنزل إليك وما أنزل إليكم صح صح الآيات كلها بتتكلم عن إيه عن اليهود والنصارى ولكن هناك بعد الشراح للقرآن المعتبارين عندناك سنة مثل شرحة يعني ممكنة لو لم تخمي ذاكرة التفسير طبري ذكر أن هذه الآية نزلت في يعني قبل قدير خمر بعد قبل قدير خم بعد هذا الحديث المشهور يا أخ الله يبرف عمرك أسألك سؤال واحد أسألك سؤال واحد أليس هناك روايات مكذوبة في كتب الشيعة نعم لا بسرعة في الحقيقة نعم طب نحن كذلك أهل السنة الجماعة نحن كذلك يبقى لازم من يجل نتكلم في موضوع لازم من يجل نتكلم في موضوع نمسك الأول الروايات ونرى ما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو الصحيح الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسياق الآيات انتظر الآن يا شيخ أنت شهادت شهادة لا يوافق فيها كل أهل السنة يا غال الله يبرك في عمرك أنا أقول لك الروايات عندنا فيها الصحيح والضعيف أيضا وفيها الصحيح والمكذوب لا ولكن هناك كتب يا أخي الصحيح البخاري المسلم والصحيح الستة طيب أنا ما كان أولا نحن ما عندنا صحيح الستة عندنا صحيح الاثنين البخاري المسلم لا لا أصحاب السنن ستة ابن ماجي أصبح فيه فرق ما بين أصحاب السنن وبين الصحيح الستة ما عندنا صحيح الستة لكن أنا دلوقتي أنا بأسألك بالله كل ما صحيح يا شيخ أسألك بالله الذي لا إله إلا هو هل تفسير الآيات كما قرأناها نحن الآن ينطبق على غديركم؟ شيخ حتى أشوف أنا أنا يعني لا أنصر شيء فريق على فريق أنا كما قلت للسيد الذي يجابني قبلك المكلة بالاتصالات قلت له والله على ما أقول الشهيد أنا باحث عن حقيقة بغض النظر عنه أنا شرحك أقنعني مئة في المئة بس هناك كلمات يعني في قلبي ولما يعني جاءت الفرصة وجبتني الحبة لو تزيل هذه الغشاء عن عينية في صحيح البخاري المسلم قلت أنها كلها صحيح صح حديثتي في البخاري المسلم أولا صحيح البخاري المسلم حتى هناك بعض العلماء لكننا مشا نتكلم فيهم تكلموا عن بعض الأحاديث اللي موجودة في صحيح مسلم ورد عليهم علماء أخر بأن هذه الأحاديث صحيحة ولكن هناك فيه معلقات في البخاري تكلم فيها بعض العلماء والمعلقات ليست أحاديث فيها بعض البلاغات إلى آخره لكن أنا برضو عايز أرجعك للموضوع اللي حضرتك سألت فيه الحمد لله رب العالمين من غير انسياق الآيات لا يمكن أن تكون هذه الآيات في غدير خم إلا من خلف عقلنا من خلف القرآن الكريم والقرآن هو الأصل الباقي كله ده فروع لكن القرآن هو الأصل فالله المستعان أرجعك تاني الحديث المتعة أرجعك تاني الحديث المتعة هذه نكتة لطيفة من جنابك ولكن كيف غابت عن أكبر مفسرينك يا غالي الله يبارك المفسرين كلهم ما قالوا ما نكتبه كله صحيح ما قالوا هذا الكلام يعني بعض المفسرين زي بقرطبي يأتي بأحاديث كثيرة وبعد كان في الآخر بيرجح الأحاديث التي يراها هو صحيحة يا خل الله يبارك في عمرك يعني هذه الآيات لو نازلها في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لقاله الله عز وجل صراحة ما يحتاج أن الله عز وجل يأخذ هذه الآية في نفس السياق ونفس الكلمات وضحها بين آيات حتى يلبس على الناس صحيح ما نقل بهذا الشرح لكني سيبحثه أكثر في هذا الموضوع اقرأ الأربع آيات أو الخمس آيات اقرأ الأربع أو الخمس آيات بتمعه وانت تصل للحقيقة لسه أمامي الآن الصفحة سبحان الله حتى الآيات مرتبة في الصفحة مية وخمسطعش في هذا المصحف سبحان الله حتى الآيات مرتبة في نفس الصفحة لو رجعنا لماذا سأت أنا أطمأنت إلى كلامك يا شيخ فيما يخص فيما يخص يا أيها النبي بلغ ما أنزل يا أيها الرسول عفوا بلغ ما أنزل لديك من ربي ولكن فيما يخص كلامك عن البخاري ومسلم قلت أن فيه روايات يعني ممكن أن تحدث في صحتها ولكن الطامة الكبرى ويعطيني قلبك يعني لا يعمل تعصب لفريق أو لسنة أو شيعة وكذا نحن كلنا نبحث عن الحق كما قال البخاري ابحث عن دينك حتى يقال أنك مجنون يعني تبحث وتبحث المهم فيما يخص صحيحين المشكلة في البخاري ومسلم وفي البخاري ونعتبره صح كتاب بعد كتاب الله فيها حديث يندى لها الجبيل الرسول كادر ينتحر هل هناك رجل واحد 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 الله يبارك فأمرك كلمة بسيطة خلينا خلينا واحد واحد أنا حقنيعك دولاتي أولا هو ليس حديث بل هو من بلاغات الزهري تمام وقسمي كبير جدا من العلماء قال أنه ضعيف يعني أنا نهيت لك المسألة هو لكن أنا حنقشك حاجة حاجة واحد واحد ماشي في مسألة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم فإعرني سمعك وعقلك وقلبك معي خلاص لو حكيت لنا قصة قصة كلها كده بالراحة ماذا كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم حسب القصة اللي موجودة في البخاري قصة انتحار كان يهوى من ساهق يعني بطاء عنه الوحي لمدة سنوة كان يريد أن يهوى من ساهق يعني يرمي نفسه من الجبل حلو لو أنا سألتك سؤال من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتحار حرام أو رمي نفسه من شواق الجبال حرام يا أخي لا لا يمكن أن أقول أن أنت أنت الآن يا شيخ إسماعيل لو اتصلنا بأحد وقالوا لي الشيخ إسماعيل أراد أن ينتحر أقول له لا لا يمكن لا يمكن ليه اسمعنا بس الله يبارك في عمرك اسمعنا بس الله يبارك في عمرك كتير من الناس بتقول لك والله أنا عايز أنتحر لو لا خوفي من الله خافوا من ربنا لي أنا معلم أن الانتحار حرام الله أكبر عليك طب أنا معلمتش أن الانتحار حرام ولكن أنك على خلق عظيم يا باشا ما لهاش علاقة يا أستاذ ما لهاش علاقة ما لهاش علاقة ما لهاش علاقة بالخلق ليه علاقة بالتكليف اسمعني بس لم نعلم أن أي رسول حاول الانتحار ولأي نبي يا غالب اسمعني بس باللعلك اسمعني سيب العاطفة الآن أنا بكلمك كلام علمي والله العظيم جميل أنا سيب العاطفة الآن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم مما ينفعش يعمل كده والكلام ده كله أنا بسألك دلوقتي كراجل علمي من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن إلقاء نفسه حرام يعني تريد أن تقول أن الانتحار لم يكون حراما في وقتها أو ماذا من أين علم أنا بسألك من أين علم دي النقطة الأولى النقطة الثانية هل النبي صلى الله عليه وسلم انتحر بالفعل ولا هم بالشيء طب عندنا من انتحر بالشيء حلو الله أكبر عليك يعني هم بالشيء صح صح طب الهم بالشيء الهم بالشيء كالانتحر يعني واحد هم بالانتحار كأنه انتحر ولا لا طبعا لا حلو الله عز وجل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتحر صح صلى الله عليه وسلم فعلا صح الله عز وجل عندما يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيء قليلا يبقى الاعتماد هنا على تسبيت الله عز وجل ولا الاعتماد على أنه رسول على تثبيت الله له طبعا والله عز وجل ثبته مع أن العلماء قالوا أنها ضعيفة والله عز وجل ثبته صح ولم صح الله عز وجل ثبته هي مقرد أم وليس انتحار والله عز وجل ثبته يا شيخ نحن لا يمكن أنا أنا يعني كإنسان سوي مسلم لا يمكن أن نفترض أن رسول الله حول انتخار هذه فقط لن تدخل إلى عقلك يا باشا أنت بتقول لن تدخل عقلك بس دخلت عقلك في ناحية تانية أقول لك إزاي إزاي لو أنا علمت دلوقتي أن في الكوب دوت سم وشربته أبقى منتحر أبقى منتحر أبقى منتحر أنت عالم أنه سم يقتل هذا انتحار طبعا طيب ما عندك أنت وكنت شيعي واخذ لي ما لك أن الحسن بن علي يعلم أنه في الكوب سم وشربه وتقبلتها أنت طيب إزاي الكلمة اللي قلتها بك إزاي وصمتني بفرقة معينة أها مش أنت لا أنت بتقول أنا محترمة بين الاتنين طب أقول لك أكتر من كده صح أنت قبلت أن علي بن أبي طالب ينتحر وقبلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتحر لا لا أقول لك إزاي أقول لك إزاي مش عند الشيعة أن علي بن أبي طالب كان يعلم أن هناك من سيقتله في الخلف ومع ذلك ترك نفسه له صح يبقى إزا منتحر يبقى إزا منتحر لا لا هذا حكم يعني إذا رسول الله إذا رسول الله لما لما إيه التديدت تهته لي التديدت تهته لي مشكلة إذا أنتم محاور حقيقة تشوف أنت عندك خبرة في الحوار كأنك وضعت يدك على قلبي ولكن أنا يعني أتذكر أنا قرأت يعني شرح الأمور أنه طب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منتحة جميل من قتل اسمعني بس كشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللدود موجود في صحيح البخاري يعني لا أقول لي صراحة كلا مين اللي قتله ماذا تقول في حديث اللدود الموجود أسألنا بس أوديك للحديث ما فيش مشكلة بس من الذي قتله عندكم أنتم لبيد بن عاصم والمرأة اليهودية لا 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 غير 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 أنتم تقولون أنه هو الدوة الدوة بالنسبة للدوة الدوة كان فيه سم صحيح طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه فيه سم أم لا صحيح البخاري كان مخشيا عليه يعني يا باشا لا أنت ما تكلمنيش أنا أتكلم بالعقيدة الشعية النبي كان يعلم أنه فيه سم أم لا ولكن هذا الأخذ بالظواهر يعني يبع إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات منتحرا أيضا لا لكن هذا يعني الأخذ بالمظاهر يا أخي أو بالظواهر طب النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار فهي من الظواهر إنسان برضو جميل يعني ليه في مسألة الهم جعلته نبيا ورسولا ومش ممكن أبدا إنه يهم بالانتحار لكن في النحية التانية تقول يعني دي أمور ظاهرية فالنبي يعلمها لكن أجراه على الظاهر يعني نجعته البشريته عشان يشرب السم لكن بشريته في مسألة الهم بالانتحار قلت لا ما ينفعش ده رسول حقيقة مشكلة يا حول الله ماشي في حديث كثيرة حقيقة يعني أنا وحاولك والله أنا مبسوط بانبساطك معي وشكرا على وقتك سمي بس في حديث الله تضر في قلب أنا كمسلم سني مثلا يا أخي يا أخي حول الله أخطت مثال فقط لو سمحت سمعين بس حتى أوضحي الصورة كولي المستمعين أنا كسني أو ممكن آلاف مثلي عندما يقرؤون في كتب في الصحاحنا وأقول بخاري ومسلم وممكن حتى في المناظرات في اليوتيوب يشاهدون أمور أول مرة يسمعونها لما يبحثون يجدونها فعلا يعني ممكن حتى ما كانت رسول الله عندنا عندما أهم من يصلي على أبي بن سلدول جذبه عمر حتى أثر الثوب في رقبته عندما أهم بالجون مد يده لها فقالت هل تقدم الأميرة نفسها للسواق هناك الكثير كثير ليست هذه وحدها حاول لحضرت حاجة لأننا بص يا أخي الله يبرف عمرك أولا نحن أهل السمع جماعة آية حجاب رسول الله والعياد بالله أنا أقول أنه لم يكن غار يدخل عنهم البر والفاجر قال له عمر فنزلت آية حجاب إذن عمر أغيره لا لا القضية مش كده حاول لحضرك حاجة القضية مش كده حاول لحضرك حاجة بص دايما اللي بيفكر بيحط نفسه في بوطقة معينة وتفكيره هو أفضل من تفكير الناس وظنوا في أن الناس دي بتتلاعب حتى تنصر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ تمام يعني مثلا أنا وسألتك هل أنت عقلك أفضل من عقلي كيف لم أفهم هل أنت يعني أنا وسألتك سؤال جلال هل عقلك أفضل من عقلي طبيعة السؤال لم تطرح لا لا يعني سؤال افتراضي أنت تظن أن عقلك أفضل من عقلي وممكن يكون عقلي أفضل من عقلك صح صح ولكنك تظن ولكنك في نفس الوقت تظن أننا نداري عن عمر ونرضى في النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للعمر وأنت انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم من هو عمر حتى نداري على عمر أو مثلا نأخذ بهذه الأحاديثة التي تفضل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نحن ارتضينا بالدنية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا ترتضي بها طب ليه ما تاخدش طب ليه أنت ما تاخدش أساسا توصيف جيد توصيف جيد للمسألة هذا هو التوصيف الجيد المشكلة للأحاديث التي في البخاري لدينا سيبك دلوقتي أنت ما تتكلم بالعموم أنا ما بحب أتكلم بالعموم امسك حديث واحد امسك حديث واحد زي حديث الانتحار ونتكلم فيه لا لا هذا وفينا منه هذا يعني أنت شرحته شرحا جيدا طيب أنا ممكن برضو أشرح لك الأحاديث التانية شرحا جيدا لا فيها أمور حقيقة يعني كيف رسول الله استشهده يعني أشرح لك البر والفاجر أشرح لك البر آخر حديث آيات الحجاب أول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وعمر بن خطاب ليس بمشرع صح صح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يفع تكلم بكلمات أو يشرع كلمات أو يقول حتى الذي فيه نفسه حتى لا تفرض على الأمة صح صح تمام طيب الآن هل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل البر والفاجر؟ لا طبعا هقول لك ليه أنا عندي أخت كانت محجبة وبعدين في يوم من الأيام قلعت الحجاب فأنا قلت له والله ما انت نزل من البيت حتى لا يراك البر والفاجر هل هي دلوقتي لو فتحت باب البيت ونزلت للصبر ماركت اللي تحتنا واخد لبالك وجابت أشياء وطلعت هل معنى ذلك أنه رآها الفاجر؟ ممكن آه ممكن لا الله أكبر عليك هي من كلمات العرب لا تذهبي هنا حتى لا يراك البر والفاجر ليس شرطا أن يكون الفاجر موجود حتى يراها أنت عايزة تقلع الحجاب عشان يشوفك البر والفاجر لكن ليس شرطا أن الفاجر يكون موجود صحا صح صح ولكن ممكن أقول لك حديث ثاني يبقى خلاصنا يبقى خلاصنا من النقطة دي خلاصنا من النقطة دي مش أوي فيه فيه تفصيلات أخرى يقولوا أنه العمر قالها لرسول أكثر من مرة وأنه مرة كان يأكل مع السيدة عايشة ولم نست يده يدها وقال إح أو شيء من هذا المأم طيب أنت دلوقتي حتى بص أنا عايزة أفهمك نقطة صغيرة والله العظيم ودي حتريحك كتير 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 جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان مكثى بعد نزول بعد ما أرسل الله عز وجل علي الرسالة كم مكثى آه يعني كم مكثى رسول النبي 23 سنة 23 سنة هل القرآن والسنة نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة لا نزلوا من الجميع حيل والله أكبر عليك يعني الأحكام الشرعية كلها ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة يعني معناها إيه يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يأكل مع السيدة عائشة وفي راجل جنبه صح لأن ما كانش فيه تحريم لكن لما بعد جاء التحريم يعني مثلا لو التحريم جاء في السنة الرابعة وأه هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع عمر وسيدة عائشة في السنة الثالثة لكن أنت تحاسب يعني لازم أنت تعرف الحديث الأول جاء في أي سنة والفعلة دية فعلت في أي سنة صح صح كلامي لذلك أن الأحاديث اللي هي الأحكام نزلت متدرجة فأنت لازم تشوف النبي خلى سيدة عائشة تأكل مع عمر بن خطاب على طرابيزة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة كام وبعد كده فوردت الحجاب السنة كام من السياق الحديث أنها نزلت قبل آيات الحجاب خلاص فالله المستعان زي بالظبط كده هقول لك حاجة هقول لك حاجة عارف أنت قصة بتاع دوت قصة الإفك بغض النظر أتكلم في الخلاف دلوقتي فسيدة عائشة تكلمت وقالت إيه رآني وكان يراني قبل أن تنزل آيات الحجاب لما هو الصحابي رآها قبل أن تنزل آيات الحجاب فلما شافها عرفها صح لما شافها عرفها فالمسائل تتاخذ بهذه الوضعية دي نقطة نقطة التانية يعني يجي لك مثلا يقول لك إيه بص الصحابة صحابي كان في الصلاة وبيبص على النسوان من وراء صح؟ صح؟ طب وإنت إيه عرفك أساساً إن كان نزل غض البصر واخذ لبالك غض البصر قبل ديك مش بعدها صح؟ حقيقة حقيقة يعني كما هي هذي الكتابي نحن لازم نفهم ايه ماشي يبقى لازم نفهم ومش لازم نفهم لازم نفهم ما يبقاش أي حديث يقابلنا كده نعترض عليه مجرد الاعتراض إن فيه حاجة في الحديث شغلانة يعني أنا أقول لك حاجة والله العظيم القصة دي دايما أنا أحكيها كنت في الجيش فكان معي واحد مصراني فجاي عامل بقى علي فالح واخذ لي بقى لك فجاي بيقول لي ايه إن أنتو عندوك حديث الزبابة إن في إيه جناح عليه الداء والجناح التاني عليه الدواء يعني تخيل أنا لو جيه في كباية الشاي كده حط الزبابة في إيه واشرب الكباية قلت له ابتداء ما حد قال لك يشرب الكباية والله لو الزبابة وقعت وإنت حضرتك بتقرف خلاص واحد غيرك ما بيقرفش بيغطسها وبيشيلها ورميها ويشرب قلت له بس أنا عايز أسألك سؤال لو إحنا كبرنا الكباية دي كباية شوية وخليناها فسطات لبن لسه حضرتك حلبه من البقرة هو كان يعني من أرياف قلت له لسه حلبه من البقرة وقع فيه دبانة هتعمل إيه فقال لي حاشلها حاشلها قلت له هتبيع اللبن قلت له شميعنا ماء ليه أنا عملت له إيه أنا عملت إيه في عقله أنا وسعت له المدارج العقلية بتاعته هو كان عقله واقف في كباية الشاي لكن أنا وسعت له المدارج العقلية بتاعته زي وقوع الفقرة زي وقوع الفقرة في السمن السايح ووقوع الفقرة في السمن اللي هو العادي اللي هو بيبقى خلاص تماسك فالله المستعان فالمسألة أنت بتفتح المدارج العقلية بتاعته اللي قدامك هو بيبقى مخه في حتة صغيرة في حتة صغيرة فأنت لما تفتح له المدارج بتاعته يرجع لنفسه تاني صح سؤال في نفسي في الأحادث اللي ظاهرها أنها تطعن في رسال فيما يخص سبيل عائش كيف تعلم الرجال وضوء والقسر وهو يقول كان مع أخو أخوها من الرضاعة ومشعار فيه وكان بينهما حاجز هؤل لك إزاي إذا كان بينهما حاجز هم لن يروا شيئا لن يتعلموا شيئ إذا كان حاجز جفاف هذه طامة كبرى أولا سيدة عائشة ما كانت بتعلمهم الغسل لا في حديث في الغدس هي وأخوها من الرضاعة طيب ماشي ماشي لو حضرتك أنت قرأت عنوان الباب السيدة عائشة كانت تتكلم عن مقدار الماء في الغسل مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل شفت الكذبة الكبرى بقى السيدة عائشة كانت تتكلم عن مقدار الماء الذي يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل لم يكن هناك الآلاف من الصحابة وعلى الأقل المئات العارفين يا غالي ممكن أن يذهبوا إليهم يا غالي الله يبرك في عمرك ده أخوها ده أخوها وده أخوها وده تقريبا كان ابن خليتها يعني الاتنين من الأقارب زي أخوها مين كان والله مش متذكر مين يعني أنا كنت عامل تخريق للحديث بس والله مش متذكر دلوقت لكن هي قصة الله هي قصة الله يا غالي الله يبرك في عمرك أرأت وقال القاضي عياد لو سمحت لي الشيخ قال قاضي عياد كانوا فقط عاري عاري جسدها ولا مش عارفين أولا أولا قاضي عياد القاضي عياد ما كانش معهم عشان يفرع يعرف إن كانت عارية السدر ومش عارية السد وبعدين هو ما بيكلم عن إنها عارية السدي كان حتى يعني حلق أعالي الجسد أعالي الجسد أعالي الجسد وده حضرتك منه هو يعني عالم وأخطأ عالم وأخطأ يبقى حسب العالم من حسبها هي السيدة عائشة كانت بتتكلم عن مقدار الماء وكانت من وراء حجاب هو بقى العالم نفسه فصرها كده هل في الحديث ما يفسر ذلك لا طبعا يبقى العالم هو الذي يحاسب وليس السيدة عائشة رضي الله عنه ورضاه انت بتقول هو ما فيش رجالة معلش يعني أمك كانت بتدخل معاك اسمعني بس أمك كانت بتدخل معاك تحميك ولا ما كانت بتدخل تحميك طبعا لسن عنقوله سن قبل البلوغ صح قبل السن البلوغ طيب جميل أمك بتخسلك الملابس الداخلية بتاعتك اللي ما بتخسلكها حتى وأنت بالغ ممكن أعلى التصميم موجودة الآن حبيبي بتخسلها وإحنا بلوغ كمان كانت بتخسلهم صح ولا من صح جميل هل أنت معاملتك لأمك تشوبها أي شائبة لكن هذه أمي البيولوجية يا باشا أمك ودي برضو أمك كانوا يتعاملون مع أم المؤمنين رضي الله عنه أرضاه على أنه أم لا يمكن يا أستاذ أنا ممكن أدخل على أمي أصافر لا أنا ما بكلمك وهي لم يدخل عليها أحد أنا ما قلت هذا الكلام أنا ما قلت هذا الكلام أنا بكلم على النواية الحسنة أنا أتكلم عن النواية الحسنة وليس النواية الخبيثة يا شيخ سأجل عليك هدف سأجل عليك هدف سمحت لي أنا وأنت شيخ وديد سجد وجدنا أمنا عائشة عليها أو رضي الله عنها كما يقال في كتبنا وجدناها هل ممكن أن نقبل أصها أو وجنتها لأنها أمنا كما تقول لا أنا ما تكلمت على هذا أنا ما تكلمت على هذا أنا أتكلم عن النواية أما هي أمنا من حيث الحرمة أنا أنا أتكلم عن النواية أنت تتعامل مع أمك بنية صالحة بنية خالصة لا تشك فيها أما هو ذا اللي أنا أعيزه لا لا الأم البيولوجية وهو زوجاته أمها لا يا أخي الله يبرف عمرك الله يبرف عمرك أنا أبقى أتكلم لأن السيدة عائشة رضي الله عنه أرضاه لم تتكشف على أحد لم تتكشف على أحد السيدة عائشة نحن نتكلم عن النواية هنا ماذا قال سالم سبلان كنت أسيها مكاتبا لا تحتجب مني وتزيس بين يدي فلما قلت لها أدعي لي يا أمها أولا الحديث ده فيه مقهول فلا يصح ابتداء الحديث ده فيه مقهول فلا يصح ابتداء ولكن أساسا كمان المكاتب له حكم خاص المكاتب له حكم خاص أساسا في الشريعة الإسلامية جازة للمرأة العبد أو المكاتب أليس رجلا الرجل طب أنت عندك في الشريعة الإسلامية جواز كشف الساق والشعر على العبد أنا في نفسي إذا كان لي عبدا أو مكاتبا أنت زوجتي أو أختي لا تحتجب عنها نعم على فكرة العبد العبد في الشريعة الإسلامية جاز للمرأة أن تكشف شعرها وساقها على العبد مش بتكشف له يعني معناها أنه ممكن تقل بشعرها ليه أقول لك إيه أين هذا الدليل؟ أين هذا الدليل؟ أين هذا يعني أن العبد أديك الدليل حاضر 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 أديك العبد لأن العبد رجلا بيولوجيا لهما للرجال يا أخي الله يبرك عمرك أسمعني بس زي الأمة طب ما أنت راجل ومع زيك الأمة تقعد قدامك عادي بشعرها أنا ما أنا أملكها ممكن طب ما العبد أنت تملكه إيش معنا أنت راجل تبص وعينك تروح تبحلى على المرأة والنحية التانية لا لا ما بقاش بيولوجيا حتى غيرت الرجال لو أنا لدي عبد فيه يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب دي النوتة لأن النوتة التانية هم ليه تكلموا العلماء على كده لأن العبودية يعني الإنسان ده بيبقى خادم موجود في بيتك فساعات أنت يعني عارف إيه دايما موجود في البيت فلو المرأة احتجبت منه لو المرأة احتجبت منه يسبب للمرأة خنقى بمعنى أصح كده يعني معناها كل شوية علبس الحجاب وهو كل شوية موجود في البيت فهمت؟ لكن أنا أعديك دلوقتي ممكن أن تعمل له زي مولاء أبا السالم مولاء حديد سواني بس سواني ماذا تقول في السالم مولاء حديفة لو حتى لا تسبب له أولا الرواية فيها مجهول فلا تصح سواني بس بص حتى هو استشهد بآية هنا جامع حديث الشيعة للسيد أربرو جردي جزء 20 صفحة 295 يقول إيه؟ باب حكم نظر المرأة إلى مملوكها وحكم نظر المملوك إلى مولاته قال تعالى في سورة الأحزاب لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائ أخوانهن ولا أبنائ أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن وكلمة الأيمان ملك اليمين الملكة هي زي الملك الاثنين وإحد دي عبد وده عبد فالآية تشمل الزكرة والأنسة تمام؟ قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا شعرها غير متعمدا لذلك حديث خمسة عن محمد بن أحيان أحمد بن محمد بن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن عقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمدا لذلك وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا يعني عبدا مأمونا تمام؟ مأمونا صح خلاص عن أبي عبد الله برضو نفس الحكاية قال إيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس أنت قلت في بداية مكالمتنا أن لدينا أحد الضعيفة وكما لديكم أحد الضعيفة صح؟ ممكن أن أضعف هذا لأنه حتى ضد الضعيفة براحتك أنت ضعفها براحتك بس أساسا للمملوك ده طب الآية هتعطفين الآية ممكن لها تشارح معين ماشي أنا حديها لك بطريقة ثامنة الآية هي الآية لا مملكة إيمانهن ممكن الإيمان النساء وليس الرجال يعني طب أنت معلش معلش من الآية نفسها جاز للرجل أن ينظر إلى الآية إلى شعر الآية؟ وأن يوصل معها إلى أمور أخرى هذه ملكة إيمانهن طيب ما يعني معين الراجل أساسا بينظر لشعر المرأة لأنه ده شيء لا ينفك لأن الخادم ده بيبقى موجود في البيت الخادم بيبقى موجود في البيت فلذلك لا ينفصل على البيت داخل طالع على البيت فمن أجل التخفيف على المرأة جاز أن يرى شعر المرأة وساق المرأة يا شيخ اسماعي أنا حديها لك بطريقة ثانية أنت الآن مثلاً أنت الآن في قصرك أو في منزلك ولديك أماء وعبد وأنت ذاهب للشغل هل ممكن زوجتك الشريف المصونة أن يدخل عليه العبد هذا يرى شعرها وجزء من رجلها؟ هل ترضى؟ لا أنا على فكرة ما فيش مشكلة أن الإنسان يرضى لأنه لا ينفك لأنه لا ينفك عن هذا البيت فجاز له أن يرى شعر المرأة وأن يرى ساقها مش معناها أنها تعود لبقى بيسنوم يعني المرأة تلبس لبس كامل ولكنه يرى فقط شعرها وإن كانوا الساق ده مش معناها أن حضرتك هتلبس له مني جب ولا هتلبس له ميكرو جب يعني هو بالمعنى إيه بالمعنى إيه أن الساق ديت لحد الساق الساق طبعا أنت عارف معنى الساق أخذ لي بالك اللي هو بيظهر من المرأة الشيء الطبيعي الشيء الطبيعي ده أجاز الشرع لأن العبد لا ينفك من خدمة مولاته إذن أنت ترضى يا الشيخ بهذه المساق يا باشا أنا ما في مشكلة والله العظيم عندي لكن قال أنا بقى عايز أجيب مملوك ولا مش عايز أجيب مملوك أنا راجل أشد غيره مش عايز أجيب مملوك لكن في نفس الوقت إليه أحرمه لا 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 الشريعة عادة الشريعة الإسلامية أنا بص يا أستاذ في فرق دائما أحكامه تطابق الغير حقول لك حاجة حقول لك حاجة يعني كانوا يتعجبون من غيرة أحد الصحابة فكانوا بيتكلموا الله أكبر عليك يعني الغيرة ممكن توصله أن يقتل صح سعد ربما سعد صح ولما صح الغيرة ممكن توصله أن يقتل واحد تاني الغيرة توصله أنه يطلع وظهر وجدت رجلا مع امرأتي لقاتلته طيب انت فهمنا قصدي إيه انت فهمنا قصدي إيه فأنا راجل مثلا بغار على آله بيته والله من خليه حتى أشوف ضفر منه لكن في نفس الوقت لكن في نفس الوقت في نفس الوقت وخلي بالك الحكم شرعي يعني أيه بالضبط حكم شرعي صح 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 فالله المستحق شوف أنا أول مرة أتكلم معك يا شيخ وليد والله حقيقة والله خليني ساكت زي ما يقول لا لا شوف عايز سول إيه شوف عايز سول إيه والله حقيقة لمس شيخاف قلبي في بعض الأمور فتحت المصحف الله على ما يقول شهيد رأيت أمور بس حقيقة لسه أمور كثيرة يعني حب ذا لو مش عارفة أقول لك المهم في أمور لسه يعني شوف البرو مطمنى لي قلبك والإثم ما حاك في قلبك لو أفتاك الناس ويفتوك هناك حديث في الصحاح لا زالت تحاكو في قلبي يعني طيب تعالى نتكلم حضرتك أنت سألتني عن المتعة ماشي آه نرجع موت المتعة كيف أصدق فعناها في عاد عمر صح صح فأنت الآن تقول أن عمر هو من حرمه هذا في صح الصحاح هنا ماشي 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 ممكن تقرأ لي الحديث كده والله حقيقة قولوا قولوا حتى قولي الحديث من الزاكرة طده من الزاكرة أظن الراوي عبد الله بن عباس قال يعني ما استشهد أو مات رسول الله ويعني ولم يحرر المتعة وفعلناها في عهد أبا بكر وصدرا من خلافة عمر ثم حرمها بقوله متعتان كانت في عهد رسول الله حتى في الحديث يقول كانت في عهد رسول الله وأنه حرمهما متعة الحج ومتعة النساء أظن هذه من الذاكرة يعني حتى لا أصنا خلاص ما في مشكلة يعني الآن حنفطرد أن عمر بن خطاب هو من حرمه ماشي لا مش حنفطرد بنص الحديث ماشي عمر هو من حرمه أنت تقول أنه حرم أنت تقول أنه حرم من تلقاء نفسي أم من الممكن أن يكون سماع النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسي كيف سيسمعوها وباقي الصحابة لن يحاق حلو طيب ألم تقع على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه عندما يقول مهلا يا ابن عباس فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لعم الحمر الأهلية ونكاح المتعة لحوم الحمر الأهلية سمعتها يعني لم تسمع هذا الحديث لم تسمع هذا الحديث والله حقيقة سمعت يوم خيبر لحوم الأهلية ولكن ممكن فيه وضع حقيقة لو شوف سند الحديث طيب ليه أنا عايز أسألك سؤال بس ليه لما علي بن أبي طالب قال لابن عباس مهلا يا ابن عباس فقد حرم لأن ابن عباس كان يحل المتعة فقال لو علي مهلا يا ابن عباس فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر رحم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ليه الحديث ده قلت عليه إن أنا عايز أبحث عن إسناده والحديث الآخر بتاع عمر ما قلتش إن أنا عايز عن إسناد أو لعله ضعيف حقيقة الله مش عارف لأن أنت نفسك تميل إن المتعة تبقى حلا لا أنا بحث عن حكم الشرعي طيب ما هم أنا بقول لك بقول لك حتى في كتب الشيعة عن الرضا وعن جعفر الصادق لقد أغناك الله عنها ما لك ومن المتعة لا يفعل عندنا إلا الفواجر هذه طلعت عليها حقيقة الفعل طيب بإذن لو إحنا جمعنا الأحاديث سنجد أن عمر بن خطاب بالفعل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الحديث جاء بذلك بهذه اللفظة طيب أنا أسألك سؤال ثاني على عهد عمر بن خطاب أو على عهد الصحابة على عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم حرم نكاح المتعة خلاص على عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الخبر ينتشر كما ينتشر الآن يعني أقول لك إزاي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا في المدينة متى يحرمه أهل العراق يعني زمن بعد ذلك يعني مدة كبيرة لأن المسافة ليست هناك وسائل تواصل أجابت نفسك حضرتك أجابت نفسك يعني ممكن لو النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر في مكة أهل اليمن يعودوا يشربوا خمرة لحد ما يجينهم التحريم ماشي لو افترضنا هو المناقصة وعلمي هذه المناقصة علمية جيدة ولكن إذن أنت الآن تطعن في أبو بكر أنا ما طعنت هو بالفعل فعله على زمن أبو بكر الصديق لكن هل أبو بكر الصديق كان يعلم ذلك بيقول فعلتها على زمن أبو بكر الصديق مش مسألك فعلتها أمام أبو بكر الصديق ولم يعني يقول فعلناها على زمن أبو بكر الصديق هل معنى ذلك أنه فعلها أمام أبو بكر الصديق ولم ينهاهم وعلى فكرة مش عمر بس ده هناك أكتر من أربع أو خمس أحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه بس إذن أبو بكر لم يمنعهم كيف لم يمنع الصحادة لم يوقعهم خطيبا كما فعل عمر إذن عمر هنا يعني هو حكم شارعي أوصاهم رسول الله به وعمر كولي أمر يعني طب لا افترضنا دلوقتي ماشي حاضر حاضر أنا برضو هنكشك في حاجة الآن هنكشك في حاجة الآن جاءنا حديثان الحديث الأول عن عمر لم يحرم أحرم المتعة في زمن عمر كانت حلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كيف عهده حللها أحرمها وعلي بن أبي طالب قال قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة فأنت تسمع كلام مين أنا لدي وصايم الرسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي خلاص اسمع كلام علي مش كده بس لا لا أنت قلت فرضية فقط فرضية لا مش فرضية مش فرضية حقيقة أنت تقول أن عمر هو من حرمها ولكن متأخرا وعلي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من حرمها تسمع كلام مين كلام علي طب اسمع كلام علي رضي الله عن ورضا جميل جدا إذن ما هو تبرنك اللي موقف أبو بكر أنا عايز بس أسألك سؤال سؤال بسيط يا شيخ اسمعي سؤال بسيط أبو بكر كخليفة ممكن يجمع المسلمين أو في خطبة جمعة ويقول كما فعل عمر هذه المتعة حرام يا ماشا أنت لا تلزم أحد أنت لا تلزم أحد ممكن ما يكونش يجب بال عمر أبو بكر الصديق لأن المتعة كانت أيضا تفعل في الخفاء ما كانتش تفعل في العلانية محدش بيروح يقول أنا راح أتمتعب واحدة النهاردة ماشي هناك نقطة طريفة وقعت بين عبدالله بن عباس في آخر حياته وعبدالله بن الزبير وهذه مشهورة في كتب الحديث قال له لا لا ليست صحيحة أقول لك ليه لما كان ابن عباس بيعير اسمعني بس أنا لم أقولها يا أخي لم أقولها طب تفضل ماشي ربما حتى المستمعين يستفيدوا لم يسمعوها وهي في أمهات كتبنا وأنت تقول ليست صحيحة فضل قال له يعني ممكن بعض الكتب تقول أنها لما كان بمكة يعني عبدالله بن الزبير لما دعى بالخلافة لنفسه قال هنا وكان عبدالله بن عمر أو عبدالله بن عباس كان عمي يعني أصابه العمى فقال هناك بعض الناس عمية بصارهم وبصيرتهم يفتون بحلة المتعة أو بحلاء بأنها حلال يعني كلام هكذا فقال له اسأل عنها أمك فذهب إلى أسماء بنت وبي بكر ذات النطاقين فقال لها ماذا يقول عبدالله بن عباس فقالت هذه فعلا هذه واقعة أنها ولدته من متعة طيب جميل إذا أنها كانت حلال ممكن أنها تكون في الفترة التي كانت حلالة من قبل أن يخرمها رسولنا أولا هذه ليست بصيحة حاول لك ليه ابحث متى حرمت المتعة أول مرة تمام أو متى آسف أحلت المتعة أول مرة وابحث متى ولد عبدالله بن الزبير آه 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 لأنه جاء متأخرا جاء متقدما يعني الزبير أساسا أولي ده قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل المتعة لكن هناك لدينا قول ابحث ابحث أنا قلت لك وانت ابحث ماشي ماشي مبارك الله بس هناك أنا أريد أن أسألك سؤال ماشي تفضل أنت قلت منذ قليل أن علي بن أبي طالب مع الحق والحق مع علي صح؟ صح والحق يدور مع علي حيث دار الله يعطيك الصحة صح هذه اللي كنت سأضيفها أيضا فجأة تمام طيب نسأل سؤال نسأل سؤال في صلح الحديبية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمحوها يا علي فرفض علي بن أبي طالب أن يمحوها كان الحق مع من؟ مع الذي قال أمحوها أم مع الذي رفض محوها؟ إذا الحديث صحيح أم لا؟ الحديث صحيح وعند السنة والشيعة صح إذن هو حديث صحيح إذن أنت تطعن الآن في حديث صحيح أنا ما بطعن أنا ما بطعن أنت تقول أن الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه عيث دار فأنا سألتك سؤال النبي قال محوها يا علي وعلي رفض فهل كان الحق مع من قال محوها أم الحق مع الذي رفض محوها؟ هل هذه الواقعة في حد ذاتها صحيحة أم؟ صحيحة نعم موجودة في كتب السنة وكتب الشيعة صح صح لما قال بسمك اللهم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله هاي والله يفتح عليك لما قال لك امسح كلمة رسول الله صح صح لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قال سبناك صحيحة ها من الذي كان معه الحق هذا سؤال افتراضي لا مش افتراضي سؤال واقعي هذا ممكن اجتهاد من عمر اجتهاد من علي ها 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 سألك سؤال تاني سؤال تاني علي بن ابي طالق رضي الله عنه ورضاه صعد على المنبر وقال ابن الحسن هذا مطلاق فلا تزوجه لا هذا أنا لا أخذ بصحة هذا الكلام مثلا ولا سند بل قال رسول الله هذا سيداني قام وقاعدة لا لا أولا سيداني قام وقاعدة دم الكتب الشعية ولا صح كمان لو طلعت لك الآن من الكتب السنية يا الله هاتو يا الله هذا تحدي بينهم يا الله هاتو أن ابني إمامان قام أو قاعدة الرياض النظرة قبل أن أتي إلى هذا الآن هذه مجوزة الخروج على الحاكم لا نحن مش مسألة الخروج على الحاكم دلوقتي نحن نتكلم على حديث علي بن أبي طالب رد الله عنوارضاء عندما صعد المنبر وهذا حديث صحيح بالكتب الشعية قال ابن الحسن مطلاق فلا تزوجه الجميل إذن قال ابنها هذا مطلاق فلا تزوجه ماذا يترتب عن ذلك؟ لأن الحسن ابن علي بالفعل كان مطلاق كان كثير الزواج من النساء وماذا في ذلك؟ هذا يطعن هذا الحلال؟ لا يا مش مسألة طعنه ولكن الحسن رضي الله عنوارضاء بشر أنت تعرف أحد علماء الشيعة ماذا قال في هذا الحديث؟ ماذا قال؟ قالوا أن الخطأ في النساء فرد عليهم وقال لو أن الخطأ في النساء لما نهى عن تزوج الحسن بل طلب نساء لا تخطئ حتى يستمروا مع الحسن وقال رفع القلم هنا أولى ليس عندي إجابة طب أقول لك رواية تانية أقول لك رواية تانية دخلت امرأة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لها مال الرجال ومال النساء فإذا وقع العبد أنجبت منه وإذا وقعت على امرأة أنجبت منها فراحوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فعلي بن أبي طالب قال سندخل معه واحد يعد أضلحها حتى نلحقها إما بالنساء وإما بالرجال يعني حسب عدد الأضلح فقال له قنبر لا نأمن على رجل ولا نأمن على أنسة فعلي بن أبي طالب أمر أنه يدخل معاها واحد خنسة ليعد أضلعها فمن المحق علي بن أبي طالب أم قنبر هذه أمور اجتهادية أنا لا أمكن أن أقول لنا أحدهم أخاضر كلهم لدي علي بن أبي طالب اكتهد فأخطأ وقنبر اكتهد فأحسن فأصاب ما شاء الله أيها الله روايات كتير جدا على فكرة ماذا تقول يا أستاذ يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إذن وقرنا في بيوتكنا حلو يا نساء النبي كمل الآية لستنك أحد من النساء حلو أنا أمور يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض صح وقلنا قولا معروفة صح طيب جميل أوي لو دخلت لك فيهم السيدة فاطمة كيف هذا ليس بكيفك كما يقول الخالجين أمام مش بكيفي لو دخلت لك بكيف القرآن لما فهم لو دخلت لك السيدة فاطمة في معنى يا نساء النبي بالقرآن تعمل إيه تفضل أثبت لي آية المباهلة ممكن تقرأها لي صح ها من النساء أنا أو في الآية من النساء أنا هذا يشرح حديث كيساء ماشي من النساء أنا في الآية من النساء أنا أنت حسب علمك من نساء أنا في الآية فاطمة يعني فاطمة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم النساء لغة تجمع الابن والزوجة لا انا بتكلم عن الاية دي اذا سيدة فاطمة بنص هذه الاية من نساء النبي صح صح طيب والاية اللي انت قرأتها من شوية بتقول ايه يا نساء النبي صح صح يبقى يدخل فيها فاطمة ولا لا حتى وين دخلت اين المشكلة بس خلاص يبقى انت بتقولها ليه ترى ما ما فياش مشكلة ماشي انا هقول لك انت لم تتركني اكمل الرواية او يعني الاشكال طب نروح على الاية الاخرى وقرنا في بيوتكنا وقرنا في بيوتكنا عليك نور الله دفعت على فكرة لسا والله دفع نور مبارح نعم لا ولا حاجة هقولك انا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا التبرج الجاهلية الاولى صح صح هل معنى هذه الاية ان المرأة او نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمكسنا في البيت ولا يخرجنا ابدا الا لضرورة والخروج بضوابطه ويعني طيب خلاص ليس بالضرورة انت انت بقى حبيثة بيتها طيب خلاص انت بتقول لضرورة فايه المشكلة ان تخرج لضرورة المرأة ولكن هل موقع الجمل ضرورة ولا تقول للي اصلاح لا انا مش مسألة ضرورة ولا غير ضرورة الضرورة معنى الذي يحدد ضرورة انت ام هم هم طبعا يعني المشكلة التي حدثت بين معاوة وعلي المشكلة التي حدثت بين عائشة وعلي المشكلة التي حدثت بين الحسين ويزيد لكن ما في حد ما تشيع قائديا لان عقيدة الشيعة اساسا لا تدخل عقل طفل صغير فضلا عن كبير ليس بالضرورة هناك ناس يعني يعني هناك انا طول عمري ما رأيتم متشيعا تشيع قائديا هو يتشيع الاول سياسيا ثم بعد ذلك ينتقل عقائديا واذا نقشتها في العقيدة تجد لا يعلم شيء عن العقيدة لا لا انتظر هناك شيخ تونسي معروف اسمه التجاني السماوي يا ده اكذب ده اكذب اكذب انسان على وجه الارض التجاني انا قرأت كتبه وليس فيها كتبه يا باشا انت تقرأ كتبه ونحن قرأنا كتبه والله انت تقرأ بس هناك فرق بين ان تقرأ عن خلفية علمية وان تقرأ لمغرد قراءة فتقتنع بكلامها هقول لك انا ازاي حديك مثال حديك مثال مثال اليوم تمام انت كل ما تسأل سؤال انا جوبك ليه بجوبك كده لاني عندي خلفية علمية خلاص زي بالزبط كده امام اتنين وقفين وراه فالإمام دخل آية يعني دخل آية من سورة في سورة اخرى او انتقل من سورة الى سورة وراه اتنين واحد حافظ القرآن واحد مش حافظ من الذي سيقفه الذي حافظ طبعا بس كده فعشان انا اقرأ الكتب دي لابد ان يكون عندي خلفية علمية الاول وإلا ساختنع بكل ما يقول صحيح صحيح طالنا على المستعنى جميل ردودك كانت اغلبها جميل جدا ويعني اعجبت عليها بس انا قرأت كتبه ولم يشني حديث لم يقول شيئا غريبا ما هي القضية هنا ما هي القضية هنا انا ممكن اقلب لك كتاب بكرة وكل الاحاديث اجيبها لك من الكتب الشيعية كل الاحاديث اجيبها وحطها في الكتاب لكن طول ما انا بكتب لوحدي وبطرح الكتاب لوحدي وواحد ليس عنده خلفية سينطلع عليه ما اكتب انا فلازم يكون عنده خلفية علمية لازم يكون عنده خلفية علمية يعني الكوب الفاضي ده لو انا جت اي شيء مليته بيه حيتملى لكن لو هو مليان مش حيمتلك مش حيمتلك زي بالظبط انت حضرتك بتكلم على كتاب التجاني ثم اهتديت والكتاب تاري اللي هو المراجعات اللي هو مكذوب على الشيخ الازهر وليالي بشاور وكل دول انا قرأتهم والله ما يأتوا بفلس عندي المراجعات وليالي بشاور ليست الاتجاني لا ليس الاتجاني انا بكلمك ثم اهتديت الاتجاني وكتاب المراجعات اللي بقول عليه ان هو كان بيراجع سليمي البشري واسموه ده المساوي تمام والثالث اللي هو بتعليل البشار اللي بيتكلم فيه فانا قرأت تلت كتب والله العظيم ما فيهم حاجة يعني اقنعتني ولو بكلمة ليه لان انا عندي الاجوبة داخلية هل هناك قرأت كتابه مع الصادقين وسألوه للذكر هذي كتابين جميلين للاتجاني يا باشا انا عايز اقول لك حاجة هل تستطيع ان تجعل التجاني يناظرني في الكتب التي كتبها ممكن انا لدي اتصارات بي اخوان في تونس ممكن يالله والله وانا موافق وانا موافق وفي نفس الكتب يختار كتاب من التلاتة اللي هو ألفهم ويناظرني فيه لا انه لديه مناظرات في قناة مستقلة رجل متمكنة خاف عليك يا شيخ اسماعي انت خاف علي ده الاخوة طحنوا فضل الله عز وجل في المستقلة ده الشيخ عثمان الخبيس طحنوا لا في بداية استفساره منذ سبع سنوات وثمان سنوات الان اصبح متمكن طب خلاص هو مش الان اصبح متمكنا أليس الان متمكنا انا على استعداد المناظرة ماشي انا حسع في هذا والله الذي لا اله الا هو ولو حب كمان ان انا اروح لتونس ويجار الاستوديو علي انا انا موافق وت thats به نز ممتا الان والله الان والله الان وہ النية سليمة هل انت حضرتك لو حزني مني Lauحلت مني انت منا منكلامي اللا حزني مني انا في كلامي نية غير سليمة لا 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 صراحة كلامك هذه ساعة وأكثر من ساعة أنا أحاول لك أول مرة استغربت الكلام التي كنت حقول لك كانت لدي خلفية وصورة ذهنية عنك ولما استغربت لما ناقشت معك يعني سبحان الله يعني هذه الصورة معاكسة المهم حقيقة أنا أخذ من وقت كثير لو ممكن آخر شبهة أنا أسميها شبهة لأنها تحيك في قلبي يقولون أن الناحدة كنا تنبعها كلاب الحوءب فضحكت عائشة فقال لها أخشى أن تكون أنت أو بعد ماذا تقول في كلاب الحوءب وخروجها من غير محرم أننا الشريعة المرة يجب ولا تخرجها من غير محرم مسافة من مكة إلى البصرة مسافة كبيرة موقعة الجمال الأصغر والجمال الأكبر ومات ألاف المسلمين أولا بداية كان مع أخوها دي النقطة النقطة التانية هناك خلاف بين العلماء في رواية كلاب الحوءب ولكن أنا خليني أقولها لك من زاوية أنت مش هتخد بالك منها من الذي قال من الذي قال هذا الحديث أي تكون نتنبعها كلاب الحوءب رسول الله حلم أيوة صح الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده اللي أنا عايز وصله طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم لماذا ستخرج عندنا أم عندكم عندنا احنا الاتنين لا لا في خلاف عندكم لم يكن يعلم عندنا لم يكن لا طرام النبي صلى الله عليه وسلم قال أي تكن تنبح كلاب الحوءب إذن يعلم على الأقل أطراف القصة كما قال الزوبة التي قاتلنا هو أنت ظالم له طيب ماشي الآن هنا عندما خرجت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي تكن تنبح كلاب الحوءب هل عندكم كان يعلم ولا لا ما يكون يعلم طبعا كان يعلم كان بيحب عليه ابن نبي طالب ولا لا طبعا طيب إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه أن يظل تلك المدة مع امرأة يعلم أنها ستخرج على إمام الزمان حكم من الله تزوج لماذا بقي نوح مع والها ونوط مع أجاوبك إجابة سريعة لأن نوح لا يعلم بخيانة لأن الخيانة شيء طاري ولا يعلم بالخيانة أنت تعرف عايزة أقول لك حاجة والله يفكر فيها شوية تبقى مصيبة مصيبة لو أنت تقول أن نبي الله نوح يعلم بخيانة زوجته ويظل معها فهذا تشريع كان لأمة آنذاك بأن يظل الرجل مع امرأة خائنة لا لا حتى الخيانة فيها الشرح ليس بالضرورة خيانة زوجية بغض النظر أنت حتى لو تعرف أن أنت لك صديق هيخونك في يوم الأيام هل ستبقى معه بغض النظر عن امرأة لا طبعا بس كده يبقى تليه ترضاه في سيدنا نوح انت رضيتها في سيدنا نوح عشان تعاقب السيدة عايش صح كأنك تعلمون في قلبي والله حقيقا حتى من السنة المصيفين يعني كانوا يطعنون في معاملاتك لما أنا في مكانتك هذه نقولوا نحن بكلامنا ما خليت لي ما نقول يعني بالدريجة لم تترك لي مجالا أنت كنت في المستوى بس الوقت والمجال يعني أنا ولما أكون محضرا لهذه المكالمة لو كنت محضرا هناك بعض الأدلة يعني ممكن في فرصة أخرى إن شاء الله هناك بعض الأمور ونناقشتها نقاش علمي أكثر من ذا بإذن الله ومرحب بك مرحب بك في البرنامج وانت إنسان طيب أن أسأل الله عز وجل اللي هي ولك الهداية إلى ما يحبه الله عز وجل وأرضاه الله أم من يا رب العالم شكرا لك شكرا لك شكرا لك